اشتركوا في القناة المعكرون طنطا المربى المربى ماذا اقول احبها كبيرة فتا جريئة ما الامر هل سقط اميرك الصغير في بئري مرة اخرى هل اكبر الاولاد الاكبر سنة من البلدة تيمي على الانضمام الى دائرتهم في الحظيرة مرة اخرى اين هذا الحظيرة اهدائي الان يا للعجب هل سقط تيمي من على التلات تحدث عن قدمين يساريخين ليس تماما يا للعجب تيمي يهودي وقذر ايضا مارد كينير سخيري تيمي ابيض مثلك تماما نعم نحن نعلم انه عيد ميلاد تيمي اوه تيمي لم يسقط عن الهضبة لا قد تجاوز عمر الشباب يا للروعة يا الهي يا للعجب حسنة رايحة المنزل كينير اسمي لكم يا كلاب لكنها لا تستخدم في المجتمع الراقل خارج كوخ لكن للعودة للموضوع اين هذا الحضيرة اه لا سي العرض لما بعت بعو جيك لانه تغونا نواجه الامر كان مبالغا في المشاعر لكن لم اكن اعلم كان يتم تحضير بعض المواد التي تستحق الاعجاب خاصة عندما يكون الامر يتعلق بشاب يدعى جون بروفوست بحلول الوقت الذي غادر فيه جون السلسلة كان قد تجاوز تلك المرحلة المزعجة من الطفولة وتحول الى شاب وسيم المراهقون كانوا يغمى عليهم من اليمين واليسار بينما كان يطور صداقات مقربة مع الشاب الوسيم كيرت روسل ودافي جونز لكن للأسف على الرغم من سحره ووسامته اللامنكرة وجد جون نفسه محاصرا في ظلال لاسي كان الانتقال الى ادوار الافلام للبالغين تحديا بعض الشيء لكن هيه حتى لو لم يتمكن من التحرر من ارث تيمي لازلت سأتبعه الى بئر في اي يوم على هذا النحو لنرفع كأسا من حسنا مهما كان ما في كوبنا نتمنى لجون بروفوست ادمينات سعيد جدا يبلغ من العمر برين وسبعين عاما ليكن مليئا بالحب والضحك وربما بعدد اقل من الابار لانقاذ تيمي منها شكرا لكم على الانضمام الينا في حلقة اخرى من نجوم السحاقة المفضلين لا تنسوا الاعجاب والاشتراك ومشاركة نجومكم والمفضلين في التعليقات ادناه حتى المرة القادمة ظلوا رائعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة